عدى تمديد الولايات المتحدة الأمريكية لشهر فقط إعفاءات فرض رسوم جمهوركية جديدة على الصلب والألمنيوم المستورد من أوروبا الاتحاد الأوروبي يعلم منظمة التجارة العالمية عن نيته للرد وتطبيق رسوم جمهوركية على المواد والسلع الأمريكية التي تدخل أسواقه لتعويض الخسائر الناتجة عن الرسوم المفروضة أمريكي والمقدرة بحوالي 2.8 مليار يورو وقدم الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية لائحة من السلع والمواد التي ستفرض عليها رسوم وهي متنوعة وتخص الألبسة والسجائر والسيارات في المواد الغذائية مؤكدا أن تطبيق سيتم بدءا من الشهر القادم الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد فالهند بدورها تعلم المنظمة العالمية للتجارة بأنها ستفرض رسوم جمهوركية على المواد المستوردة من الملايات المتحدة الأمريكية وخاصة زيت الصوية أما اليابان من جهته لم يقدم لائحة بالسلع التي سيتم فرض رسوم عليها ولكنه يتحدث عن تحصيل ما قيمته 50 مليار لتعويض الخسائر النتجة عن الرسوم الجمهوركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر القادم إذن سيكون حاسما للتجارة العالمية التي ستدخل في حالة حرب تجارية مغذرة للاقتصاد العالمي إذا أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها الحالي لخطفرات لبرنامج أموال ومسارات بريكسل ترجمة نانسي قنقر